اشتركوا في القناة فحياكم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فحياكم الله والإخوة في هذه الحلقة والكلام فيها نتأمل في هذه الحلقة عن حرف نتأمل بحرف واحد فقط في كلام الله عز وجل وهذا يدل على عظمة كلام الله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم على في بداية صورة البقرة الله عز وجل ماذا يقول آلف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلح تأمل معي هذا الحرف العظيم أولئك على هدى من ربهم على هذا الحرف يدل على الاستعلاء وعلى العلو فإذن يا عبد الله هذه بشارة من الله عز وجل لك أن أهل الهداية في علون واستعلاء في الدنيا فقط لا في الدنيا وبعد الموت وفي الآخرة يدل على ذلك ماذا وهذا يدل ويؤكد هذه القضية في صورة سبب ماذا يقول الله عز وجل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين انظر إلى الحرف أو في ضلال مبين في هذا يدل على غوص ونزول وأما على يدل على الاستعلاء وكما قلنا علو أهل الإيمان في الدنيا بعد الموت وفي الآخر وإليك الأمثلة في الدنيا الدليل على علو أهل الإيمان ما رواه الإيمان مسلم أن نافع ابن عبد الحارث كان أميرا على مكة في زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه واستخلف على عسفان بلده من بلدان الأقريب من مكة رجل قال له ابن أبزة وابن أبزة مولا من الموالي مولا من الموالي ما معنى كلمات مولا؟ المولا هو العبد الذي أعتقه يسمى مولا فإذا أعتقه رجل يقال له عبد الله سمي مولا عبد الله فلا مولا عبد الله ولذلك نقول نافع مولا بن عمر لأن الذي أعتقه ابن عمر تعجب عمر رضي الله عنه وأرضاه من استخلاف نافع ابن عبد الحارث لابن أبزة في عسفان كيف مولا ويكون أمير ويكون والي فقال نافع ابن عبد الحارث لعمر رضي الله عنه وأرضاه يا أمير المؤمنين انظر هنا السبب إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم قد قال إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر استدل عمر بهذا الحديث على علو ابن أبزة والسبب أنه قارئ لكتاب الله عالم بالفراض يعني عنده علم وعنده معرفة بكتاب الله عز وجل وهذا أمر عظيم هذا الاستعلاء والعلو لأهل الإيمان هو من المبشرات لله عز وجل لأهل الإيمان من المبشرات من الله لأهل الإيمان وهذا الأمر يأتي تبعا المؤمن لا يريده لا يسعى إليه المؤمن ولكن الله عز وجل يأتي تابعا يأتي بهذا الأمر تابعا لأهل الإيمان أيضا في الصلاة التقدم هذا شرف النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله العلم يرفع صاحبه هذا في الدنيا هذا في الدنيا إذن أهل الإيمان لهم الرفعة في الدنيا وهذه الرفعة لا يلزم أن تكون في منصب مثلا أو حتى الحجة ظهور الحجة هذه الرفعة ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في الصحيح؟ قال عن أهل الإيمان قال هناك طائفة لا تقوم الساعة حتى يظهرون على الحق ظاهرين على الحق ظاهرين على الحق انظر أيضا لفظة على ظاهرين على الحق يعني لابد هناك طائفة من أهل الإيمان تكون منصورة بالحجة وبالبيان هذا بالنسبة للعلم في الدنيا أما بعد الموت هذه الحياة التي تكون بعد الموت حياة أخرى يعني ليس لها علاقة في الدنيا تنتقل من دار إلى دار أهل الإيمان لهم العلو هنا في حديث البراء في مستد أحمد وحديث عظيم نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر عن حال المحتضر أن الملائكة إذا كان من أهل الإيمان تأخذ روحه ثم تذهب إلى السماء ثم تستأذن فتقول ملائكة السماء من هذا ما هي هذه الروح الطيبة فيقول فلان ابن فلان بأحسن أسماءه فيفتح له حتى يصل إلى السماء السابعة علو متى بعد الموت حتى بعد الموت هناك علو لكن أهل النفاق و أهل الكفر عافان الله و إياكم يصلون إلى السماء و يقولون ملائكة السماء ما هذه الروحة الخبيثة فيقوم فلان ابن فلان بأسوي أسماء أقبح أسماءه فلا تفتح له السماء و هذا هو قول الله عز وجل في صورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء و لا يدخلون الجنة إلا بحالة حتى يلج الجمل في سم الخياط و لن يكون ذلك هذا بالنسبة إلى ما بعد الموت إذن هناك علو في الدنيا و علو في الدنيا علو حقيقي في الرفع و أيضا علو و رفع في البيان و في الحجة كما كان ذلك في عهد الإمام أحمد رحمه الله ظهر أهل السنة بحجتهم و بيانهم و إن كانت الدولة لي كانت للمعتزنة عندنا العلو المهم و هو علو الآخرة نسأل الله عز وجل لن يجعلنا و إياكم و و لدينا منهم علو الآخرة أهل الإيمان في علو لأن الجنة في علو ماذا يقول الله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين قال ابن كثير أي مصيرهم في عليين فأهل الجنة في علو أهل الإيمان في علو لماذا لأنهم في جنات النعيم إذن أيها الإخوة العلو لأهل الإيمان و هذا الحرف الذي وقفنا عند أولئك على هدى من ربي هذا الحرف قف عنده و أعرف أن فيه فضلا لأهل الإيمان أهل الإيمان لهم علو في الدنيا علو الحجة و الظهور الحجة و الظهور البيان إلى آخره و كذلك علو بعد الموت كما ذكرنا روحه تصعد إلى السماء و تفتح له السماء لأن كل سماء لها أبواب لها حراس لا تفتح إلا بعد الإذن و هناك علو في الآخرة كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين أي في علو و كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي مصيرهم في عليين هذا هو العلو الذي يكون لأهل الإيمان كما قلنا هي مبشرة من الله عز وجل أهل الإيمان تأتي تبعا و يحتاج مجاهدة و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا الأمر لا يأتي سرعة بسرعة و إنما يأتي بعد مجاهدة و بعد هذه المجاهدة يأتي العلو لأهل الإيمان الله عز وجل يبشرهم في الدنيا ثم بعد الموت كما ذكرنا ثم في الآخرة كما هو معلوم أسأل الله عز وجل أن يجعلني و إياكم في عليين و يجمعنا و إياك موالدين و من نحب في جنات النعيم و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد وصلنا و إياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلتقيكم إن شاء الله غدا بإذن الله في نفس الموعد و نقول لكم لكم من أجمل تحية و مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر